بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز في البيت بكل سهولة بطريقة سهلة جدا خالص مش هتتعبك ابدا وان شاء الله تنبدأ مع بعض نشوف المكونات معايا عندي نص كيلو من اللحم المفروم في نسبة دهن شوية وعندي قرنشات تسبيسي كده وعندي بصلتين متوسطين وعندي راس توم متقشرة عندي كمان حزمة من البقدونس مخصول وما تقطع كده قطع صغيرة وعندي دقيق رز انا غسلته وفردته كده على فوتة مطبخ ونشف معايا وبعد كده اعتحنته في مطحنة التوابل دي كل المكونات اللي هستخدمها مع طبعا شوية من التوابل هنقولها بعدين هجيب بقى المفرومة بتاعتي هنسمي بسم الله كده اول حاجة هحط الفلفل سبيسي وهسميه بسم الله وشجل المفرومة وانزل بقى بالقطع البصل اللي انا مقطعه في الاول كده وشجل المفرومة به ننزل لحد ما يتفرم معايا هو والبصل وبعد كده اول ما خلص فرم البصل والخضار هبتيتي بقى اعمل اللحمة بسم الله تبارك الرحمن اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا يسر لك كل امر كده عسير لما تذكري ربنا على كل حاجة بتعمليها اه انا فرمت بفرم البصل دلوقتي ما شاء الله تبارك الرحمن خلصت فرم البصل مع الخضرة زي ما احنا شايفين كده مع بعضهم بقوا بالشكل اللي احنا شايفين وده اجيب الرز بتاعي بقى انزل في بولة كده علشان هقدر اعجن كل المكونات مع بعضها حاجة تكون واسعة شوية اخد المقدار اللي انا عايزاه هو ده تقريبا المقدار اللي انا بعمله على النص هبتدي احط بقى الخضر بتاعي اللي انا فرمت وكده في الكابة زي ما احنا شايفين علشان الرز بتاعي يناشف زي ما احنا عارفين مجرد انه هو دقيق رز عايزة يشرب السوائل اللي موجودة في الخضرة والبصل لما اتفرموا طبعا عمل وفيهم سوائل كده فعايزة حاجة تشربها فالرز هيشرب السوائل دي علشان الكفتة بتاعتي تبقى متمسكة هضيف التوابل بالمرة علشان اعجل مرة واحدة بضيف طبعا ملح وفلفل وهي البودر وكمون وكزبرة ناشفة هي دي كل التوابل اللي انا بحطها ما بحط الشطة حمرة علشان انا حطة فلفل احمر حامي اعجل بقى كده لحد ما ادي ايه يتشرب السوائل كلها والدقيق والخضرة يتجنسوا كده زي ما احنا شايفين لوافضة العجل لحد ما كل الرز الابيض اللي عندي يختفي او دقيق الرز ما شاء الله تبارك الرحمن اول ما يبتدي يشرب الدقيق انزل بقى باللحمة بتاعتي اقلبها معاها تقلبتين كده عجلهم عجنة خفيفة انا كده كده هفرمهم تاني مع بعض في الكبة علشان ينعموا مع بعض ويدوني النتيجة الحلوة اللي احنا بنحبها ها خلاص انا كده جهزتهم بالتوابل بالخضرة بالبصل بالتوم بكل حاجة هبتدي انزل بقى بكل المكونات احضر الكبة بتاع المفرمة وابتدي افرمهم لو عند الكبة ممكن تعملي الخطوة دي فيها سهلة برضو ممكن تعمليها فيها بس تكون الكبة قوة التحمل بتاعها عالي شوية ابتدي افرم بقى دي اول مرة انا بفرم الكفتة بتاعتي مرتين وممكن تلاتة لحد ما احصل على القوام اللي انا عايزا انا بحب الكفتة تكون نعمة ما بحبهاش تكون خشنة كل ما بتكون نعمة بتبقى طعمها احلى في الطبخ خاصة في الصلصة واحنا طبعا كلنا احنا واولادنا من واحنا صغيرين بنحب الكفتة كفتة الرز بنحبها في كل حالاتها متحمرة وبصلصة وكل حاجة نبتدي بقى نخلص الفارمة الاولى ونرجع نفرمها كمان مرة لحد ما نحصل على القوام المناسب ما شاء الله تبارك الرحمن لما تعملي حكتك في البيت زي ما انت شايفة كده بتبقى بنضافة وبسهولة ما تنزليش تاخدي حكتك وتروحي للجزار او كده تعمليها احسن بكتير طبعا وبتبقى موفرة وبتبقى زي الفل كده انا خلصت الفارمة الاولى هبتدي بقى اه انا اضف البولة بتاعتي واعيد عليها مرة كمان كل ما بتعيدي عليها مرة بعد مرة بتنعم معاكي اكتر انا كده ما شاء الله تبارك الرحمن خلصتها اه مرتين بس ما صورتش المرة التانية كده نعمت معايا ولونها تحفة جدا تبارك الرحمن انا ما بحبهاش اغمق من كده لان كل ما بتقطري الخضرة بتاعتها بتغمق معاكي لازم تخلي بالك من النقطة دي لان لو غمقت معاكي او بقت يعني لونها اخضر غامق فلما بتحمريها بتبقى لونها اه قريب للاسود فكل ما بتكون فتحة كل ما بتكون قلطف يعني اللي يكون شكل وسط وكده خلصنا الكفتة بتاعتنا بشكل بسيط جدا وسهل وما اخدتش مننا وقت ولا مجهود كبير وعملتها بقى وهشيلها وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لي لايك وشير عشان نتقابل دايما